تمويل المحكمة هرطقة مالية ضائعة نحن بمشهد بالفعل استثنائي بتاريخ الأمم رواتب النواب بدل أتعاب أول شيء لأنه ما في موازنة ما لازم يقبضوا وتاني شيء لأنه ما عم بيعملوا شغلهم النصرة والدروز على جبل شيخ ساخن مستورة في دمشق لطرح تجميد القتال آخر اكتكارات داعش الإعدام ركلا حتى الموت نسمح بإذن الله لإخواننا أن يضربوهم حتى القتل نسمح بإذن الله لك موسيقى صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من جبل الشيخ يطل الخطر من أعالي جبهة تربعت على المشهد السوري اللبناني الفلسطيني المتداخل والذي بات يحتشد عند مرتفعاته ما يربع على 12 ألف مقاتل من النصرة تخدمهم إسرائيل بأعلى التقنيات وتمسح جروحهم وتعالجهم في مستشفياتها قبل أن تهمس في آذانهم بأن يتدحرج قليلا إلى المدرجات اللبنانية في اليومين الماضيين قتل ما لا يقل عن 27 عنصرا من قوات الدفاع الوطني التابعة للنظام في هجوم نفذته النصرة على بيت تيما ذات الغالبية الدرزية والواقع على كتف جبل الشيخ وإذا كانت حصتنا أمس هي 11 جريحا من المعارضة السورية نزلوا علينا من طرق وعرة غير شرعية تحاذي شبعة فأن هذه الخاصرة ستظل نازفة ومفتوحة لا سيما بعد إقفال ممرات الإرهاب من صوب الشمال والشرق تطويق الإرهاب لم يحرك ملف التفاوض الذي يتأثر بسقيع الجرد وفي معلومات الجديد أن الطرف اللبناني المفاوض ينتظر عودة المبعوث القطري من الدوحة خلال اليومين المقبلين ولد عودته سيتوجه فورا إلى مكان الخاطفين ليحصل منهم على رد في شأن اقتراحات قدمها الجانب اللبناني وهي تختلف عن الطروح الثلاثة التي عرضتها النصرة وقد وصفت بأنها شكلية ولا تتضمن أسماء أو أعدادا ولأن التفاوض لم يبلغ مرحلة النقاش مع سوريا فأن لواء عباس إبراهيم لم يطرق باب دمشق بعد وهو قال للأخبار أنه أرسل مع الوسيط القطري رسالة إلى خاطف العسكريين مفادها لن نفاوض في الجثث والجثث الثلاث التي بين أيديكم لا أريدها كل عسكري تقتلونه لا أريد جثته فتصرفوا على هذا الأساس لا أفاوضكم إلا في العسكريين الأحياء الميت أبقوه عندكم وفي الجنود غير المسجلين على قائمة الخطف ويحملون صفة الفار سلم الجندي عمر خالد شمطي نفسه لفرع الاستخبارات في الشمال بعدما سجل شهر الماضي فيديو يعلن فيه انضمامه إلى أحد التنظيمات الإرهابية تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بألعاب الخفة تقرير جاد غصن أكثر من نصف مليار دولار أنفقته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان منذ إنشائها حتى اليوم تنفق المحكمة هذا المبلغ الهائل من دون أي رقابة شفافة أو اطلاع من المكلف اللبناني الذي يمول المحكمة من جيبه قبيل عرض موازنة المحكمة لعام 2011 كما وعدنا في تقرير سابق فإنه لا بد لتبيان كيفية إنفاقها أموال اللبنانيين من محاولة فهم العملية السحرية التي تمول فيها الحكومة اللبنانية هذه المحكمة للمرة الثالثة على التوالي لعبة الخفة هذه كان لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاطي شرف ابتداعها وللرئيس الحالي تمام سلام شرف إكمال المسيرة على منوالها وللعلم ما سنرويه عن كيفية تحويل لبنان أكثر من 200 مليون دولار في خلال السنوات السابقة ليس بمزحة ولا استهزاء يحمل ميقاط هاتفه ويتصل بحاكم مصرف لبنان رياض سليمي ويطلب منه تحويل نحو 30 مليون دولار إلى حساب المحكمة الدولية بكل بساطة يقوم سلام بتحويل المبلغ وكأن أموال اللبنانيين ملك مشترك لعائلتي ميقاطي وسليمي بعد هذه العملية النوعية تعيد الحكومة الأموال إلى مصرف لبنان من خلال سلفة خزينة ممولة من تبرع لجمعية المصارف بعد استقالة حكومة ميقاطي مولت المحكمة بالطريقة عينها أما إعادة الأموال إلى مصرف لبنان فلم تحتج هذه المرة إلى التئام مجلس الوزراء حتى ولو شكلياً بل تقرر ذلك في جلسة ثنائية بين رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وميقاطي حيث أصدراه بدعة نصطلح على تسميتها قراراً استثنائياً بصرف المبلغ عبر سلفة خزينة إلى مصرف لبنان لا داعي للإشارة إلى أن كل ما ذكر مخالف لأبسط قواعد المالية العامة ومخالف للدستور وكل من ذكرت أسماؤهم عرضة للمحاسبة القانونية رئيس حكومة المصلحة الوطنية تمام سلام فضل سحر ميقاطي على موجبات الدستور فاتصل برياض سليمي بدوره وطلب إليه تحويل نحو أربعين مليون دولار إلى المحكمة الدولية سليمي حول ليتبلغ الوزراء تمويل المحكمة من خلال وزائل الأعلام وهم مستلقون في منازلهم وزير المال السابق جورج قرم يصف ما جرى ويجري وكيفية التصرف بأموال اللبنانيين بالمشهد السوريالي معتبرا أن استباحة الدستور بدأت حتى قبل ذلك بكثير المدفوعات للمحكمة الدولية المواطن يعرف أنه مدفوعات غير قانونية وغير دستورية لأنه بالأساس الاتفاعية بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة التي أنشأت بموجبها المحكمة الدولية ما مرأت من المجلس النيابي خارج هالتصديق كل الدفع مخالف للدستور اللبناني يعني ما إلى وجود قانوني المحكمة بلبنان لأنه الاتفاعية ما تصدقت من المجلس النيابي حتى إذا الواحد بيفكر من عام 1906 ما عنا موازنة مصدقة من المجلس النيابي يعني كمان نحن خارج الدستور البهلوانيات للدفع يعني نحن بنعرف أنه فيه حكومة الرئيس سعاد الحريري استقالت من وراء قصة الشهود الزهور وقصة أيضاً تمويل المحكمة وبعدين وقت ما إجدت لحكومة الرئيس ميقاتي انحكى أنه جمعية المصارف اتبرعت بالأموال شي سورياني تماماً ومن خلال إعادة الحكومة اللبنانية أموال مصر في لبنان عبر سلف خزينة يخلص قرم أن ما يحصل مشهد استثنائي في تاريخ الأمم عملية تسليف بدنا فريقين فريق مليء عنده الصيولة وفريق محتاجة الصيولة هنا عندك أنت الدولة نفسها اللي بتعرف أديش شو مقدار دينا هي بتسلف لنفسها أموال مش موجودة عندها فنحن بمشهد بالفعل استثنائي بتاريخ الأمم زمن العدالة يمول بألعاب الخفة فما هم الأعجوبة اللبنانية من موجبات الدساتير والقوانين جاد غصن قناة الجديد مجلس لا ينتج كما وصفه رئيسه يمدد لنفسه مرتين والفاتورة علينا تقرير نانسي السبع المجلس مدد ولايته ليتمدد على الكراسي سنتين وسبعة أشهر أما شعب لبنان العظيم فما عليه إلا أن يمد يده إلى جيبه ليدفع للمتمددين رواتب أعمال لا يؤدونها جردة حساب نهاية الخدمة لشهور التمديد السبعة عشر السابقة تكشف مبالغ ضخمة دفعها اللبناني إلى نواب بدل لا أتعابهم فالمجلس الذي استهل دورته عام 2009 بكسل تشرعي من دون إقرار أي اقتراح أو مشروع قانون لم يكن أفضل حالا في عامه الأخير في عام 2013 حضر النواب جلستين في مجلسهم الممدد ولغاية في أنفسهم فأقر على مدى 12 شهرا قانونين هما اقتراح قانون تعليق المهل في قانون الانتخابات النيابية واقتراح قانون معجل المكرر لتمديد ولاية المجلس لما واحد عم بياخد مال من الناس لأن الموظفين بالدولة بياخدوا مال من الناس مش من رب عمل هيدول بياخدوا هذا المال لقاء قيامهم بوظيفتهم وبالتالي اللي مر لسببين أول شيء لأنه ما في موازنة ما لازم يقبضوا وتاني شيء لأنه ما عم بيعملوا شغلهم كذلك الأمر الأضاطي اللي بيتغيبوا هذا كل ياتو كله هذا ترجمي لأنه سقط الانتظام الدستوري كليا هذا دستوريا أما ماديا فالممددون يمدون أيديهم إلى جيوب كل الناس القضية يقبضوا أو ما يقبضوا هو بالوضع اللي نحن فيه اللي ما فيه موازنات لا هني ولا غيرهم بيحق اللي يقبض ولا الدولة بيحق اللي تجبي بالأرقام تشير جداول وزارة المال إلى أن رئيس مجلس النواب يتقاد 17.737.000 ليرة شهريا أيما مجموعه 212.844.000 ليرة سنويا فيما يتقاد النائب 12.750.000 ليرة شهريا أيما مجموعه 153.000.000 ليرة سنويا يضاف إلى هذا المبلغ عدد من المليارات الإكسترا إذ يتقاد كل نائب مليونين ونصف مليون ليرة شهريا من صندوق تعادد النواب ليصل المبلغ الإجمالي السنوي لكل النواب إلى 4.147.000.000 ليرة وأيضا يخصص للنائب اعتماد سنوي بقيمة 100.000.000 ليرة من وزارة الأشغال العامة ليكون الاعتماد الإجمالي السنوي للنواب 12.800.000.000 ليرة وبعد يحصل كل واحد منهم على خدمات يموت المواطن ليدفع سمنها ومنها الاستشفاء المجاني سيارة معفاة من الرسوم الجمركية وجواز سفر يمكنه الدخول به إلى عدد من الدول مجانا ندفع 10 مليارات دولار ضريبي كل سنة في لبنان من دول ما نعرف وين ندفعه 80% منهم ما نعرف لأنهم مخبيين بالأسعار يعني ما في هون اللبناني يعمل أسيان مدني بإطار أنه أنا ما بدي أدفع لكم معاشيتكم لأنهم ما بيعرفين وين عم يدفعها المعاشيتكم القسم الأكبر من الضرائب للأسف اللبناني ما بيعرف يا أما بتنشال من جيبته لأنه مغلى في ضمن سعر يا أما بتنشال من أجره إذا كان أجير قبل ما يصلوا المبلغ بيبقى قصم محدود يلي هي الضرائب بيروح واحد يدفعها هيدا مظبوط بغياب أنون موازنة لا يحق للدولة الجباية وأي واحد بيجبأ أي قرش اليوم هو خاضع لأنون العقوبات بمادة صريحة يلي بتقول أنه بيروح على الحاب السنة ومفترض يرد المبلغ يلي أخده مرتين لأنه هيدا مخالف للأنون أما أن يخرج أحد ممدد له أو ممدد لنفسه أو متمدد على كرسيه معلنا تبرعه براتبه فهنا يصح المثل القائل كل شي بليش كتر منه ننسي السبع قناة الجديد أفدت الوكالة الوطنية للأعلام عن وقوع إشكال فردي مساء أمس في بلدة حارة النعمي بين عدد من شبان البلدة استخدم فيه السلاح الأبيض وتطور لاحقا إلى أطلاق نار ما أدى إلى سقوط جرحا تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وعملت على تطويق الحادث وإعادة الهدوء إلى المنطقة جبهة النصرة تقتل في جبل الشيخ 27 مقاتلا من الدفاع الوطني غالبيتهم من الدروز والتوتر يخيم على قرى الجبل السورية واللبنانية والفلسطينية شهدت منطقة حاصبيا والعرقوب استنفارا سياسيا وأمنيا خصوصا بعدما اعترض الجيش اللبناني قافلة من البغال كانت تنقل أحد عشر جريحا من جبهة النصرة ومجموعات تكفرية أخرى إلى مستشفيات المنطقة وجرت اتصالات عجلة بين مدرية استخبارات الجيش في الجنوب وقيادة الجيش ومدرية الاستخبارات في اليرزي أفضت إلى اتخاذ قرار قضى بمنع دخول أي لاجئ سوري لبنان حتى لو كان جريحا إلا في حالات إنسانية قاهرة لأطفال أو مسنين ونساء حوامل وفي المعلومات أن المقاتلي قوات الدفاع حاولوا استعادة بلدة بيت تيما الدرزية في ريف القنيترا التي كان يحتلها الجيش الحر والنصرة لكن المسلحين نصبوا كمائن للمهاجمين ما أدى إلى وقوع مواجهات عنيفة بين الطرفين تجاوزت أطراف بيت تيما نحو الخرب وعين الشعرة وسقط خلالها 28 من مقاتلي قوات الدفاع وتعليقا على أحداث جبل الشيخ أكد رئيس حزب التوحيد العربي وياموهاب أن لا حيادة في الحرب يحصل بجبل الشيخ هو أتداءات متكررة من المسلحين على القرى وهذا عمر لم يقبل به أهل القرى يعني لم يعتدوا على أحد أصلا مع المحيط ولكن هناك كمان بالموضوع الذي ذكرته بموضوع شبعة أنا أتمنى على بعض القلة أول شيء أحيي موقف أبناء الشبعة بشكل عام كلهم لأن موقفهم ممتاز ولكن هذه القلة التي تنتمي إلى جماعة إسلامية معينة صغيرة لوجود كبير لها تحاول نقل الفتنة إلى المنطقة أنصحها بعدم نقل الفتنة إلى المنطقة لأن من يقاتل ومن يقتل أهلنا في جبل الشيخ ممنوع أن يمر في حصبية ورشية بكل صراحة وكان الجيش اللبناني قد فسح في المجال أمام فرق من الصليب الأحمر اللبناني للانتقال إلى المرتفعات الغربية لجبل الشيخ على مسافة كيلومتر واحد من حاجز الجيش حيث تولت إسعافا معظم الجرحة وتزويدهم الأمصال والأدوية اللازمة باستثناء أربعة حالات خطرة نقلوا إلى بيتجن وتردد في ساعة متأخرة من ليل الجمعة أن المسلحين نقلوا إلى مستشفيات في شمالي فلسطين المحتلة عبر مرتفعات الجولان المحتل مناشدة من لبنان لتنظيم الدولة الإسلامية للإفراج عن الناشط الإنساني عبد الرحمن كاسيك عن سابق تصور وتصميم ترك بيتر كاسيك بلده وأهله تلبية لنداء أناس لا تربطه بهم لا لغة ولا دين ولا هوية الشاب الذي ترك الولايات المتحدة واتجه إلى سوريا لنصرة أبنائها إنسانياً وجد نفسه بعدما أكلت الثورة أبنائها رهينة بيد تنظيم الدولة الإسلامية ذنبه أنه أمريكي حولت الأحداث من فاعل خير إلى مفعول به بيد الأشرار ولدنا عبد الرحمن واسمه السابق بيتر فقد في الأول من أكتوبر من العام الماضي قرب الرقة في سوريا تخفق قلوبنا لأجل أن تجد حريتك ونظمك من جديد وتواصل حياتك التي اخترتها وهي خدمة من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة إذن بيتر تحول إلى عبد الرحمن والمسعف الذي ساعد السوريين في داخل مناطق النزاع كما اللاجئين في لبنان يريد اليوم من يساعده ولذلك تداعى كل من عرفه في أوقات الشدة لمؤذرته في شدته نعرف أنه دخل إلى الشمال السوري وكان ما بين الرقة ودير الزور يقال بأنه أكيد هو عن داعش في بعض التواصلات نحن غير مباشرة فقدرنا نعرف أنه معتقل وللأسف نحن نطلب الحرية لشخص كما ذكر أخونا برهان ناصرنا بقضيتنا لا يمكن أن نتركه ولا في شيء من الأعراف تسمح بيقتله أحساب يجيب مساعدات من أمريكا يعمل لهم تبرعات من أصدقاء ومن أمريكا مش بس مشان يجيب مساعدات يعني أنه شاب إنسان كتير وما قطلت ما تلك ما عنده اتجاه سياسي أبدا إذا هن عرفانين بالإسلام هو مسلم وما زنبوا باللي يعم تساوي دولته أمريكا ضد أمريكا يعني الدولة ضد أمريكا ما اختلفنا بس هو شو دخلوا يعني بالقرآن الكريم ولا تزر وزر 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 أخرى إشارة إلى أن كاسيك مخطوف منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2013 وداعش هدد بإعدامه للضغط على بلاده وصل الموفد الدولي ستيفان ديمستورا إلى دمشق للبحث مع المسؤولين السوريين في خطة تحرك لحل الأزمة تقوم خصوصا على تجميد القتال في بعض المناطق والتمهيد لمفاوضات وتعد هذه الزيارة الثانية لدى ديمستورا إلى سوريا مذكلفه الأمين العام لأمم المتحدة مهمته في تموز وكان ديمستورا قد قدم خطته إلى مجلس الأمن الدولي وتقضي بتجميد القتال في بعض المناطق للسماح بنقل مساعدات والتمهيد للمفاوضات وجاء اقتراح ديمستورا إلى مجلس الأمن بعد زيارتين قام بهما لروسيا وإيران سبقتهما زيارة لدمشق وأكد السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن حكومته مستعدة للنظر في اقتراح ديمستورا لكنها تنتظر تفاصيل إضافية داعش تقفل المدارس في المناطق التي تخضع لسيطرتها في الشرق السوري هذا الاحتجاج الوحيد الذي نقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعة تلامذة مع معلماتهن في دير الزور وهم يرددون نريد مدارسنا وذلك اعتراضا على حكم تنظيم الدولة الإسلامية أي داعش بأقفال جميع المدارس في المناطق التي تخضع لسيطرته وبعد ذلك جرى إسكاتو كل الاحتجاجات قبل أياما اجتمع مسؤولون من تنظيم الدولة إلى مديري المدارس في أحد المساجد وبعد الاجتماع أصدر داعش بيانا قضى بأقفال معظم المدارس في المدن والبلدات التابعة لمحافظات دير الزور التي يسيطر عليها عازيا السبب إلى أمور أهمها عدم تطبيق التعليم الإسلامية عدم عزل الطلاب واختلاط الذكور بالإناث عدم التزام الإناث اللباس الشرعي اختلاط الكوادر التدرسية المعلمين والمعلمات عدم حف بعض المواد التعليمية من المنهاج كالتاريخ والقومية والفن والرسم ولن يعاد فتح المدارس إلا بعد إخضاع المدرسين لدورة شرعية والفراغ من إعداد مناهج تعليمية جديدة بديلة وتقصيص ساعات للتعليم الديني على حساب المواد الأكاديمية كما أنه سيجري حثف مادتي الكيمياء والفيزياء لمصلحة التعليم الإسلامية وبحسب الناشطين أن الدين الإسلامي سيدرس فقط إضافة إلى شيء من الحساب باعتبار أن المعرفة تخص الخالق فقط وبذلك كل تلامذة شرقي سوريا ممنوع عليهم التعلم في الرقة يبتكرون طرقا جديدة للموت أعدم تنظيم داعش ثلاثة عسكريين أسرى تابعين للجيش السوري ركلا حتى الموت على يد أهالي مدينة الرقة أبرز معاقل التنظيم في سوريا في سابقة هي الأولى من نوعها وعرض الناشطون صورا عن العملية وقالوا أنها لمجموعة من أهالي الرقة وهم يركلون ويضربون الجنود الأسرة ثم يسحلونهم في شوارع المدينة وظهر المتحدث باسم داعش محمسا الناس طالبا منهم الانتقام من العلويين المصيريين على حد تعبيره ونحن بإذن الله نسمح بإذن الله لإخواننا عوام المسلمين أن يضربوهم حتى القتل وهؤلاء الجنود الذين تم عدامهم كانوا في عداد الأسرة الذين قبضت عليهم داعش بعد سيطرتها على مطار الطبقة العسكرية أهلا بكم من جديد إذا انتخاب رئيس جديد للجمهورية ممكن في مهلة 11 يوما موقف الرئيس ميشيل سليمان بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي كرر الرئيس السابق ميشيل سليمان موقفه الرافضة تمديد المجلس النيابي لنفسه وبعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي سأل سليمان عن سبب عدم اجتماع النواب لانتخاب رئيس للجمهورية أسوة باجتماعهم للتمديد لأنفسهم أنا بالأساس طلبت أي تمديد للمجلس يجب أن يقترن حكما بإلزمية انتخاب الرئيس كأول عمل تشريعي بعد في 11 يوم الولاي الأساسية ب11 يوم يستطيعون انتخاب الرئيس وبيوم يستطيعون انتخاب الرئيس المهمة لإرادة الانتخاب ينظر على المجلس ينتخاب الرئيس بعدين يصبح تمديد تقني لإنتاج أنون انتخاب جديد وعن المخاوف من أن يكون تمديد مجلس النواب لنفسه رسالة بأن لا انتخاب للرئيس طوال هذه الفترة رد سليمان بالقول أن هذا التمديد يجب أن يكون حافزا لانتخاب الرئيس لأنه لا يحق للنواب التمديد لأنفسهم بهذه السهولة لكون المواطن ينتظر منهم استحقاقات دستورية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أعلن في مقابلة مع صحيفة الأخبار رفض التفاوض مع خاطفي العسكريين في الجثث قائلا ليس بالضرورة أن نفاوض بحسب الخيارات الثلاثة التي طرحها الخاطفون أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن ملف العسكريين المخطوفين يحتاج إلى وقت وصبر طويل مشيرا إلى أن التفاوض الجاد يشك أن يبدأ بعد إرسال لائحة الخيارات الثلاثة توطئة للمقايدة وقال إبراهيم عبر صحيفة الأخبار إن الخاطفين لم يرسلوا شروطا ومطالب بل أرسلوا ثلاثة خيارات ونحن اتخذنا قرارا بما أرسلوه وأبلغناهم إياه بواسطة الوسيط القطري ولا نزال ننتظر الجواب عبره وقد لا يكون القرار بالضرورة أحد الخيارات الثلاثة وشدد إبراهيم على أمرين غير قابلين للمساومة هما الحفاظ على سلامة العسكريين واستعادتهم وهيبة الدولة وكرامتها وعن وجود ضمان من الخاطفين بعدم إعدام أي من العسكريين لديهم أكد إبراهيم أن ليس هناك ضمان بل إحاءات وقال إنه أرسل مع الوسيط القطري رسالة إلى خاطفي العسكريين مفادها لن نفاوض في الجثث والجثث الثلاث التي بين إيديكم لا أريدها كل عسكري تقتلونه لا أريد جثته فتصرفوا على هذا الأساس لا أفاوضكم إلا في العسكريين الأحياء لا أعطيكم ثمنا على الميت بل على الحي الميت أبقوه عندكم عندما وقع التمديد أهملت مصالح الناس وبسطات طرابلوس نموذجا أقدم أصحاب المقاهي التي أزالتها قوى الأمن من أمام شاطئ الميناء على قطع الكورنيش البحري في الاتجاهين مطالبين بالسماح لهم بوضع بسطات وأكشاك كونهم باتوا عاطلين من العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة كل سنة بيسير فينا نفس الموضوع كل سنة بيجوا علنا الدرق بيكسروا لنا البسطات بيجي حدا بيتفلنا هلا لعنا المادة ذونا حالا ما بيحدا يطلع فينا نحن أصبنا دعس لو كنا سوريين فينو شابوا للغاسة ساعدوا بيكسروا لنا البسطات بطريقة ما إنو قالوا لنا لح ننظم لكم هذا الموضوع وكل حيشتغل وما عندنا ما بدنا نقطع لكم نقمة عيشكون التفاجأنا اليوم بعد ما شلنا البسطات إنو قالوا كمان مافيك تشتغل بدنا نخلي لك الشمسية ما ننزل وكانت عناصر من قوى الأمن الداخلي أقدمت على إزالة جميع البسطات والأكشاك المخالفة وغير الحائزة على التراخيص على امتداد الواجهة البحرية لترابلس كما منعت وقوف البساط والفنات الخاصة داخل شوارع المدينة الرئيسة والفرعية والالتزام فقط بمحطتي التسفير في البحصاص ونهر أبو علي خلافة حزبية وإنمائية تدفع أعضاء بعض البلديات في الجنوب إلى الاستقالة ما يعرض بعض هذه المجالس للانحلال تحقيق هادي الأمين يواجه عدد من بلديات الجنوب أزمة استقالات فالخلافة الحزبية والإنمائية داخل البلديات دفعت عددا من أعضاء بلدية بيت ليف والكفور وصفد البطيخ وشقرة إلى تقديم استقالات جماعية في قائم مقامية بنت جبيل ما يعرض بعض هذه المجالس للانحلال في حال قبول الاستقالات لنكون أمام انتخابات بلدية فرعية في هذه القرى الجديد حاولت الوصول إلى الأعضاء المستقلين في بلدة صفد البطيخ من دون تجاوب إلا من أحدهم الذي أكد في اتصال هاتفي أن أسباب الاستقالة تتعلق بالهدر المالي أما رئيس البلدية سهاد زين الدين فلديه رأي آخر أول مشكلة واجهناها كانت قصة المشاعات اللي مسحت بالألفان وسبعة بأسماء أملك خاصة والمشاعات اللي كانت في ناس مستيطرين عليها حطين عليها مستغلين هني كأشخاص منا أحد أعضاء المجلس البلدي ومن جهة تانية في جمعية كانت ماخدة أرض مشاع هي متفقة عليها من الف تسعمية وستة وخمسين إن هي ما بين للمسيحي ولمسلمين بالضيعة المناصفة فوقفنا ضد هذه الجمعية كمال استملاكها ورفعنا قضية ومتع على هذا الموضوع خمسة أعضاء قدموا استقالاتهم من بلدية شقرة والأسباب يشرحه العضو المستقيل حسن سلمان صار فيه غموط بالعمل المجلس البلدي معه صار فيه مشاركة ومنقشة لأمور لبعض المشاريع مثلا لجنة مناقصة موضوع الزفت نسمع نحن أنه والله جابت البلدية زفت لهم ما فيه استدراج عروض يعني ما صار موضوع مثلا نحن على علم فيه بداخل المجلس البلدي زفت مثلا أو أي مشروع مثلا سواء بتعلق بالحديقة أو بالملعب أو بالمركز الثقافي لا يقتصر الأمر على آلية استدراج العروض والمنقصات بل إن ملف مولدات الطاقة التابعة للبلدية كان بمثابة القطرة التي أراقت كأسى سلمان اشتراكات المديرات للبلدية سوء النقب الرئيس أكثر من مرة عن التأمينات قوة التأمينات عبارة عن شو؟ 100 دولار على الأصبار 100 دولار على العشرة أمبير 50 دولار على الخمسة أمبير المصريات التامين ما حدا بيعرف نحن سألتنا أكثر من مرة أنه هاتلا نشوف نتأكد هالمصاري وين موجودين بعهدة من موجودين؟ بعهدة البلدية البلدية ما بتحقيق إلا تحط هالمبالغ وين موجودين هاودي فيه صندوق خاص؟ بجلسة؟ بجلسة ايه طبعا عمل جلسة خاصة حول موضوع الموتيناء لدى اتصال الجديد برئيس بلدية شقرة للاستفسار عن ملباسات المشكلة فضل الرئيس رضا عشور أعدم الحديث إلى الكاميرا لكنه عاد واتصل للتوضيح هاتفيا أول شي نحن ما تنعنا مشاريع كبيرة تستدعى أن يكون في المنقصات كل مشاريعنا الضهيرة بموضوع التأمي المتجد طبعا بالبدايات دمنا الاستفادة من التأميم بتوسيع مشروع المطيرات لمولدات ومشروع الاشتراكات واشتراك الشبكات وفي أثناء إعداد هذا التقرير تلقينا اتصالا من العضو المستقيل عزة حيدر الذي رفض الخوض في أسباب الاستيقالة متنصلا من تصريحة سلمان ومؤكدا أنها لا تمثل إلا قائلها مؤتمر العائلة وتحديات العصر في الشرق الأوسط اختتم أعماله وأوصى بالحرص على العيش المشترك وتماسك بنية الدولة وعلى نبذ التطرف بعد يومين من الاجتماعات المطولة في المركز البطرياركي العالمي لحوار الحضارات في الربو اتفق المؤتمرون على خريطة طريقا للتعايش بين الجميع خصوصا المسلمين والمسيحيين الوثيقة الختامية التي صدرت عن مؤتمر العائلة وتحديات العصر في الشرق الأوسط والتي وقعها الأمين العام لمجمع أساقفة العالم في الفاتيكان لورانزو بالديساري ورؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية كافة نبهت من خطر سقوط الدولة في ظل الفراغات الدستورية المتنامية التي يعيشها الوطن نشكر جميع المؤسسات العالمية والمحلية التي تساعد وتساعد عائلات النازحين والمهجرين من ديارهم من سوريا والعراق خصوصا ومنهم عدد كبير في لبنان المضياف الحبيب فوق طاقته يستقبل النازحين شكرا للبنان لضيافته إن للاستحقاقات الدستورية أولوية حيوية في مجال حماية السلم الأهلي والتأكيد على الاعتبارات الميثاقية والحرص على تماسك بنية الدولة والمساهمة في إعادة سياغة النظام الإقليمي على أسس أكثر ثباتا لا خلاص لما تعيشه المنطقة إلا بصناعة الدولة المدنية وحدها تقلم أصفار التكفيريين والظلاميين والاستبداديين والإلغائيين من هذه الجهة أو تلك وكيام هذه الدولة مسؤولية مسيحية كما هي مسؤولية إسلامية الأديان كلها شهدت مراحلة تداخل فيها العنف بالمقدس باسم السلطة المنبثقة من الدين أو من الحكام الطغاط إلا أنها أزمنة أزمنة ولت في الغرب والشرق وهي الآن تعود بقوة واندفاع في العالم العربي والإسلامي يمكن أن يشكل هذا النظام اللبناني الدستوري والقانوني قدوة للمنطقة العربية والإسلامية إذا ما أحسن تطبيقه واستكملت عاصره على أنه تنظيم متكامل يحمي الطوائف والعائلة والأفراد على حد سواء في إطار الدولة المدنية إن العائلة اللبنانية التي شكلت نموذجاً للمجتمعات في العالم باتت اليوم تختبر مرارة فقدان معنى تأسيسها وقيامها بفعل الانتهاكات والانحرافات والتحديات التي تواجهها باستمرار جراء الحروب والهجرة والفقر وتداعية النزوح الكسيف للسوريين بأعداد تفوق قدرة البلد وراء المجتمعون أن النموذج الذي أرساه لبنان في مجالات الحوار الحضري في مدرجاته كفة هو الرد العملي على التطرف في كل أشكاله السياسية والدينية في سياق تأهيل البنى التحتية وتحديثها في بيروت جولة بلدية على أدراج العاصمة جال رئيس المجلس البلادي لمدينة بيروت بلال حمد متابعا أعمال الترميم الجارية في عدد من أحياء العاصمة حيث يجري ترميم عدد كبير من الأدراج القديمة خصوصا في مناطق الأشرفي والجميزي ورأس بيروت حيث تعد هذه الأدراج المهملة منذ عشرات السنين الميزة الأساسية من ذاكرة المدينة وتاريخها خصوصا أنها تسهل حركة المواطنين بين منطقة وأخرى هذه الأدراج القديمة من عشرات السنين مهملة فنحن اليوم اللي عم نعمله عم نعمل جولة للقرجي بونتيف أخذنا القرار وبدأنا بالتنفيذ ترميم هالأدراج في أدراج طبيعته حجر صخري اللي عملناه أنه نطفنا الحجر الصخري وحافظنا على طبيعته لا الحجر في دراج لا الحقيقة كانت بحاجة إلى إعادة تأهيل وتأهيل وكمان هنشوفون في غيرنا أرضيقهم وفلطهم ونعملهم منتكيات ونزانة مساحات خضرة ونعملهم الدراكسين ويأتي هذا الترميم في سياق حرص المجلس البلدي على تأهيل البنى الفوقية والتحتية وتحديثها إلى جانب حفاظ على الإرث والذاكرة البيروتيتين ودع لبنان الرسمي والشعبي وبلدة جديدة مرجعيون الأديبة والشعر جورج جرداق في مأتم مهيب في كنيسة مارن أولى لروم الأورثوذوكس في الأشرفية وسبق مراسم الجنازة في الأشرفية حفل وداع مؤثر لجرداق في بلدته الجنوبية مرجعيون حيث أقامت كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأورثوذوكس صلاة البخور عن روح الراحل رأسها الأب فليب حبيب في حضور ممثل رئيس مجلس النواب بعض كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم والنائب عليع سيران وممثل النائب أنور الخليل كمال أبو غيدة إضافة إلى عائلات الفقيد وفعاليات وأهالي البلدة والجوار ورث كاهن الرعية الأب فليب العقلي الراحل الكبير الذي رفع اسم لبنان في سماء الفكر والأدب والشعر والفن معددا مزاياه وفضائله ثم ورية في مدافن العائلة أهلا بكم من جديد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل شاب فلسطيني من بلدة كفاركنا في الجليل بدم بارد في وقت قالت الشرطة الإسرائيلية أنه جرى إطلاق النار عليه بعد محاولته طعن أحد أفرادها لكن الفيديو هذا يظهر زيف الدعاءات إسرائيل إذ أن المغدورة كان يهاجم سيارة شرطة ثم يتراجع إلى الخلف قبل أن ينزل أفراد منها ويطلق النار عليه ويضعه بعد ذلك في السيارة وبحسب نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي فأن الشرطة تتعامل مع العرب في إسرائيل من منطلق عدائي وأصابعها خفيفة جدا على الزناد فمنذ عام 2000 قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية حوالي 40 عربيا في الجزء الثاني من اللقاء الذي أجرته معه زميلة دين أبي الصعاب الكاتب جورج مالبرينو يتحدث عن الدور الفرنسي في المحافل الدولية في جريمة اغتيال الحريري يفرد كتاب دروب دمشق الملف الأسود للعلاقة الفرنسية السورية مساحة واسعة لخفايا السياسة الفرنسية ودورها في مسار التحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري فهي تبنت مباشرة منطقتها من نظام في دمشق رغم تأكيد أجهزة الأمن الفرنسية أنها لا تملك دلائل على هذا الاتهام بالنسبة لجاك شيراك كان اغتيال الحريري صدمة فهو يعتبره شقيقا له مباشرة اتهم شيراك دمشق وأبلغ في حينه الرئيس الأمريكي جورج بوش والوزيرة كوندريسا ريس أن النظام العلوي في سوريا يقف وراء هذه الجريمة كان واضحا أن شيراك وضع نفسه داخل دوامة الثأري لمقتل صديقه إسرار شيراك على تهام النظام السوري بجريمة الحريري لم يتغير حتى بعد مرور عدة أشهر وبعدما أبلغته الأجهزة الأمنية الفرنسية أنها لم تجد أي دليل يشير إلى تورط سوريا فرنسا لعبت دورا في فبركة الشاهد الزور محمد زهير الصديق دخلت فرنسا بلعبة آل الحريري الذين تعاملوا مع شاهد اتضح في النهاية أن قصته فارغة ولا قيمة لها فأتت المخابرات الفرنسية بأمر من الإليزي مباشرة وبالتشاور مع آل الحريري بمحمد زهير الصديق الشاهد المفبرك من قبل مروان حميدي ووسام الحسن من فندق يملكه رفعة الأسد في ماربيلا في أسبانيا إلى فرنسا للتحقيق معه كان يجب اتهام سوريا بأي ثمن وفرنسا غطت على الأخطاء الكبيرة التي جرت في التحقيق الدولي الذي أداره في حينه ديتلف ميلس ومساعده جيرج ليمن المقرب من آل الحريري والذي انتقل بعد نهاية مهمته في التحقيق الدولي للعمل لصالح الشركة سعودي أو جي التابعة للحريري ديتلف ميلس لم يكن لديه أي شاهد خارج دائرة المقربين من آل الحريري لذلك استخدم شهادة الصديق كخدعة أدت إلى سجن ضباط اللبنانيين الأربعة محمد زهير الصديق الذي تحول إلى عبء على فرنسا عاش على الأراضي الفرنسية وعلى حساب الفرنسيين حتى خريف العام 2008 كتاب كريستيان شنو وجورج مالبرينو يكشف عن لقاء عاصف جار في فيينا بين المحقق ديتلف ميلس ورستم غزالي رئيس جهاز الأمن السياسي في سوريا خرج بعده غزالي يتصبب عرقا اللقاء التحقيق بين رستم غزالي وديتلف ميلس حصل في العاصمة النمساوية فيينا بطلب من المحقق الدولي وخلال اللقاء تعرض المسؤول السوري لضغط كبير من قبل ميلس الذي قال لغزالي نحن بحاجة لإسم ضالع في جريمة الإغتيال وإذا قدمت لنا هذا الاسم فإننا نعينك بعدم التعرض لك ولعائلتك وإلا فإننا سنلاحقك وسنجردك من ثروتك خارج البلاد رستم غزالي رد بأنه لا يملك أي اسم وبعد اللقاء خرج غزالي ممتعدا شاحب الوجه ويتصبب عرقا سعد الحريري أراد قطع رأس الرئيس السوري في آب من العام 2006 كان سعد الحريري في زيارة لمقر السفارة الفرنسية في روما وهناك شاهد لوحة لاغورغون وهي واحدة من الرموز اليونانية قديمة ذات الرأس المقطوع معلقة على أحد جدران السفارة سعد الحريري عندما رأى هذه اللوحة طلب من مصوره الخاص أن يأخذ صورة لها وأن يرسلها لجاك شراك وأن يقول له أن هكذا سيكون مصير رأس بشار الأسد وبعد نهاية الزيارة للسفارة وقبل خروجه عاد الحريري إلى اللوحة وسأل مصوره ما إذا كان متأكدا من أن الصورة ناجحة وطلب منه أخذ صورة أخرى وكرر من جديد أن هكذا سنتصرف مع الأسد ما يكشفه الكتاب عن إعادة تمثيل انفجار 14 شباط في قاعدة فرنسية والتي استخدمت فيها متفجرات تعادل ثلاثة أطنان من مادة TNT تمت مراقبتها مباشرة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية هذه العملية جرت بإذن مباشر من وزير الدفاع الفرنسي في حينه إيرفي موران من دون معرفة أجهزة الأمن الفرنسية دين أبي صعب قناة الجديد جناف والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحفة الصادرة اليوم في بيروت ونبدأ مع الديار وفي عنوينها اجتباكات جبل الشيخ تخيم على شبعة حصبية راشية واجتماعات الأحزاب للتهدئة حزب الله يرعى الاجتماعات بين بسيل وخليل والهبة الإيرانية تناقش الخميس عودة التوتر إلى عرسال والمسلحون يريدون تموينا وملف المخطفين بانتظار القطري جرح باشتباك المسلح في حارة النعم ليلا ننتقل إلى المستقبل وفي أبرز عنوينها لائحة أسلحة الثلاثة مليارات صواريخ مضادة للطائرات وملالات مع رشاشات ثقيلة معاون ميقاتي صيد جديد للجيش في طرابلس انقسام سياسي عراقي بشأن نشر 1500 مستشار أمريكي واشنطن قلق من الدور العسكري الإيراني مارة بيروت محبة سلام رقد عباس التوجه لمجلس الأمن هذا الشهر بالانتقال إلى صحيفة الحياة القاعدة يصعد حرب السيارات المفخخة الحوثيون يطالبون بتغيير الحكومة الجديدة حزب علي صالح يثأر من هادي توقيف 33 شخصا لعلاقتهم بجريمة الإحساء تراجع عدد المطلوبين إلى 65 وفد معارض يبلغ موسكو اللاعافية لسوريا بوجود الأسد النصرة تنافس داعش في حصار الأكراد أخيرا مع صحيفة الشرق الأوسط وفي عنوينها بن علوي نقرب بين السعودية وإيران بترحيب من الجانبين والسلطان قابوس بخير وألية الخلافة واضحة مصادر سعودية حوالات أجنبية في حسابات موقف إرهاب الإحساء هادي خارج المؤتمر وحكومة اليمن في مأزق رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم بيننا وبين كأس الخليج عشق خاص كان في النشرة تمويل المحكمة هرطقة مالية ضائعة نحن بمشهد بالفعل استثنائي بتاريخ الأمم رواتب النواب بدل لا أتعاب أول شيء لأنه ما في موازنة ما لازم يقبضه وتاني شيء لأنه ما عم بيعملوا شغله النصرى والدروز على جبل شيخ ساخن دمستورة في دمشق لطرح تجميد القتال آخر ابتكارات داعش الإعدام ركلا حتى الموت نسمح بإذن الله لإخواننا أن يضربوهم حتى القتل هذا كان كل شيء في نشرتنا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء عند العشر والنصف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة